وقال الثاني من فقه الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا نقول لمن أخر صلاة حتى ضاع وقتها نقول لمن أخر صلاة حتى ضاع وقتها سيبتليك الله بثلاث مصائب في الدنيا وثلاث مصائب في الآخر المصائب بتاعت الدنيا أولا ستعيش في ضنك من العيش قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طيب لي أعتعيش في ضنك لسببي أول سبب إن ربنا شال حمايته من عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تترك صلاة مكتوبة فمن تركها فقد برئت منه الزمة يعني حماية ربنا ترفعت من عليك عشان كده المصائب وحياتها كلها ضنك السبب التالي لدينا اجضاع بسبب الصلاة اللي ضاع وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر تركوا الصلاة ما فيش حاجة اسمها صلاة ضيع والإنسان يعيسعي لازم يعيش في تعاسم تعاسم الدية وتعاسم عنوية طيب ويبتليه الله تعالى بتلت مصائف في الآخرة أول مصيبة عند الميزان يقف ليزن أعماله الصالحة فيجد حسناته فسدت والكفة التانية يجد جبال من السيئات على الكفة التانية طيب إيه الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله تارك الصلاة أفسد صلاته واللي يفسد صلاة يفسد ربنا بيغضب عليه ولا يقبل له حسنات طيب وسيئاته بتبقى أمثال الجبال إيه الدليل قال النبي صلى الله نقل قال الإمام الزهبي أجمع المسلمون أن من طرق صلاة حتى خرج وقتها فهو شر من السارق والزاني وشارب الخمر وقاتل النفس ويشك في دينه ويتهم بالزندق وربنا سمى تارك الصلاة دي الظهر اللي راح ده والعصر اللي راح دهش كفر وما يسميه كفر يعني أعظم الزنوب علاء جبال من السيئات مستنياء والنبي قال الصلاته بخمسين الصلاة بتاخد لو صلتها بتاخد أجر خمسين ولو تركتها بتتعاقب على خمسين صلاة لأن أول ما شرعت الصلاة كانت خمسين صلاة طيب بعد كده العقوبة التالتة بقى النهار بعد الميزان ربنا بيكشف عن صاقه ويقول للناس سجدوا فاللي تارك الصلاة ما بيسجدش قال تعالى يوم يكشفوا عن صاقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا وبعد كده يسمع الأمر بدخول النار فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيئة أمر كل اللي اتبع ساب الصلاة اتبع الشهوات واللي اتبع الشهوات لقى غيء طيب وما يخش النار بيدخله في أسوأ مكان طيب إيه الدليل؟ ربنا بيتكلم على واحد صلى الضهر ساب الضهر حد من عصر أزه فقال إيه؟ ويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي بيسيبه وقت صلاة ما يدخله في وقت صلاة إذا كان اللي نأسها عن صلاة ولم يهتم بيها ليه الويل؟ وما اللي ما صلاش خالص؟ آخر حاجة بقى بعد ما يخش أشد درجات العذاب الملايكة تعطبوا وتلوموا ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصولين لازم أي واحد يفرط في الصلاة يبلغوا بالثلاث كوالث اللي يحصلوله في الدنيا والثلاث كوالث اللي يحصلوله في الآخرة قل قولي هذا وأستغفر لي ولكم